تشتعل الجبهة الأقليمية بالهجوم الواسع الذي نفذه حزب الله في عمق الاحتلال فترفع القوات الأمريكية أقصى درجة الحيطة والحذر في قاعدة عين الأسد وحرير في العراق حالة التأهب تضمن التحليق طيران مسير وتعزيز القوات بمنظومات ردع تحسبا لهجوم مفاجئ قد تنفذه الفصائل كتوأمة محورية فالرد على هجمات الاحتلال الأخيرة التي استهدفت قائدا بحزب الله ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد إسماعيل هنية هناك توعد من قبل الفصال العراقية بأنها ستلتحم مع الجبهة اللبنانية إن حدث أي محاولة اعتداء بشكل صارخ أي هناك هجوم شامل على شمال فلسطين ستكون هناك عملية رد أيضا باقي الفصال أي عملية اختراق لأمن تلك الجبهات سيكون أي رد متقابل ما زالت الرد الانتقامية مثل ما أعلنت إيران سابقا ستكون على عملية اختيال هنية في طهران سيكون هناك رد مقابل على عملية أيضا اختيال بعض أفراد الحجد الشعبي في العراق هذا الاستنفار سبقته تهديدات من الفصائل باستئناف هجماتها على القواعد التي تضم قوات أمريكية بعد إعلانها انتهاء الهدنة وتركها الباب مواربا يتقبل كل احتمالات الرد بالتزامن مع التوتر الحذر تعلق مفوضات إنهاء التحالف الدبلوماسية طاولاتها إلى إشعار آخر جاء ذلك بعد قصف عين الأسد والتطورات الأقليمية الأخيرة بأنه إذا كان هناك رد واستهدف قاعدة عين الأسد أو أي قواعد أخرى كحرير في شمال العراق أعتقد أنها ستعرق الكثيرا إجراءات انسحاب القوات الأمريكية من العراق اليوم توجد حاملتي طائرات في الشرق الأوسط العديد من بوارج كثافة عددية بالنسبة للقوات القتالية الأمريكية موجودة أيضا في القواعد المنتشرة في الشرق الأوسط جهود دبلوماسية يبدلها العراق للوقوف على بر آمن دون الانزلاق في أمواج الصراع المتلاطمة لكن من حيث المبدأ لا يمكن نزع فتير التوتر كليا إلا بإطفاء جبهات المشتعلة وأهمها وقف أطلاق النار في غزة على الحديد قناة الفلوجة بغداد